بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين صدق الله العظيم ايها الاخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحييكم من صوتكم من استوديو التاسعة من قناة الفلوجة الفضائية العراقية الغراء ايها الاخوة المواطنون اعلنت قبل ساعتين تقريبا من الان او اكثر النتائج الاولية من مفوضية الانتخابات لانتخابات مجالس المحافظات اننا اذ نبارك للمشاركين في الانتخابات كما نبارك للذين اختاروا المقاطعة وعدم المشاركة فكل كان يمثل موقفا وطنيا في المحصلة يجب ان يكون لخدمة العراق وبنائه واننا في استوديو التاسعة من صوتكم وخادمكم وابنكم انور الحمدان نتوجه برسالة مباشرة الى الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات في العاصمة بغداد وبقية محافظات العراق ما عدا محافظات اقليم كردستان كما تعلمون لم تجرى فيها الانتخابات وانما هناك انتخابات على العام المقبل بإذن الله تعالى ونقول دقت ساعة العمل دقت ساعة العمل دقت ساعة العمل العراق بحاجة الى عمل دؤوب العراقيون بحاجة الى من يخدمهم اخترتم ان تكونوا خدام لأهلكم وماكوا اسمة من هيك خدمة ان تخدم اهلك تخدم ابوك تخدم امك وتخدم اخوك وتخدم اختك الذين هم من اهل ديرتك من اهل مدينتك من اهل محافظتك اذن عليك ان تتعامل مع الجميع انهم اهلك وواجبك ان تخدمهم فنحن اذ نتوجه بهذه الرسالة للفائزين نحملهم مسئولية ان يكونوا صادقين في اداء هذه الخدمة اوفياء على المال العام وامناء عليه واقوياء في الدفاع عن حقوق مدينتهم واقضيتهم ومحافظاتهم لان ذلك سيكون بمراقبة من الله سبحانه وتعالى ان عملت باخلاص فالاخلاص يصعد للسماء ومن الله يأتي التوفيق من بعده على عملك هذا ما قاله الامام عليه عليه السلام وهذا ما يجب ان يكون مصداق عملنا اليومي من اجل خدمة اهلنا وشعبنا ومواطنين انا حقيقة اكو رسائل الها معاني رح ابدي من البصرة محافظة البصرة واهلها كما اعلنت النتائج اذا اكدوا بالفعل كما قلنا يوم امس تجديد عهدهم ووفائهم مع محافظة البصرة الشيخ اسعد العيدان طبعا انا وصلتني رسائل يوم امس واطلعت على تعليقاتكم انه انا قلت لانه رفع اسم مدينتهم مجددا عالميا بطولة الخليج العربي خمسة وعشرين في البصرة فالرسائل كان محتواها انه تعاليها انوار الحمدان للبصرة وشوف الاعمار وشوف الانجازات اللي جاي سويها الشيخ اسعد العيدان حتى تحكم انه يمو بس بطولة خليج العربي خمسة وعشرين باذن الله نجي البصرة ان شاء الله قريبا ان شاء الله اكون بالبصرة لكن حقيقة الحديث على انه ما قبل اسعد العيدان وما بعد اسعد العيدان صورة البصرة تغيرت جاي نحسها يعني وجاي نسمحها من اشقائنا بالكويت اشقائنا بالبحرين بالامارات بسلطنة عمان من السعودية من قطر من يجون للبصرة يقول لك لا البصرة والله يا أخويا الشيخ اسعد العيدان جاي يشتغل ولهذا رفعت العقال الى يستاهل يعني يستاهل ان لتجددون العهد الى لكن حتى اصدقكم القول يعني انا هم توصلني رسائل من اهنب بخور الزبير ومن سفوان ومن الفاو يقولون اريد شيخ اسعد العيدان يشوفه شو ما جاي نشوفه عد باللطنة شارع يعني هم يشكل جاي نقال طبعا هذا جانب بلدي لكن بالفعل من اهلك وناسك يريد يشوفوك بيناتهم اذا بالفعل عليك واجب كبير ان تكون بينهم بشكل مستمر لثقتهم بك وما جاي ينتقدوا جاي جاي شي مولي انه هو ابنهم ويستحق ان يقال عنه هو شيخ البصرة وانا اجدد ما قلته يوم امس الذي قيل اكثر في الايام الماضية قبيل الانتخابات يعني ما قبل يوم 18 بيومين حول الاخت العزيزة اخت الرجال السيدة الفاضلة الشيخة بنت بني تيميم الكرام زوجة الشيخ اسعد عيداني اكثر كان للدعاية الانتخابية ما لا علاقة منه قاله ما الاحترام لللي قاله لكن اللي اشتغل عليه كحملات شفتان التواصل اجتماعش صارت حملات يعني اقتبس منا مقطع من فلان مقطع لا كانت اتخابية ولم تكن صحيحة وتجني وانا ارجوكم ان نبعد هذا التجني عن اي استهداف سياسي كافي احنا من استهداف سياسي لازم نحكي على زوجته ونحكي على بنته وانا عدكم مثل انا شخصيا رفضت لما كنت في استوديو التاسعة في قناة البغدادية الفضائية الغراء ان اتكلم على العلوية السيدة ام اسراء رغم الاختلاف السياسي الباين والواضح بين السيدة المالكة لله اقوله لكن كان البعض يريد يستغل الحديث على العلوية السيدة ام اسراء قتلا والله هذه اخه ترجع لاختنا يعني احنا شون نحكي على بناتنا ونحكي على نسواننا يعني هوني الشرف في الغير على العسلة بسينا عقول وعليش مسوين شوارب نزين شوارب ونقعدين نتبرج لا هاي مو تش الدنيا لا فهذا كان بيتجني فيستاهل الشيخ اسعد العيدان ونبارك له من استوديو التاسعة من الفلوجة من بغداد ونقول له نقول له الان بدأ الشغل الان بدأ الشغل عوف المرحلة السابقة المرحلة السابقة الناس قيمتك عليها الناس تريد الان ما هو اكثر يا العيداني الناس تريد الان ما هو اكثر يا العيداني بين زودك بخدمة اهلك ومبارك عليك لكن اللي يخدم اهله الله يرفع من شانه إن شاء الله وهي محبة الناس واحترام وإن شاء الله كل التوفيق لهنا في البصرة ومن البصرة تحياتنا إذن للشيخ سعد العيداني ولكل أهالي البصرة أبدأ روح الكركوك كركوك اليوم أيضا في إعلان نتائج المحلية كان هناك تجديد عهد ووفاء للشيخ المهندس راكان سعيد الجبوري والشيخ راكان سعيد الجبوري أنا أريد مال المطار لا تلعبوني بكيفكم طلعوا لقطات متنهزمون مني شوفوني هاي لقطات اللقطات مال المطار إنه واحد من إنجازات اللي حقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى والقاد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجرة عزه الله اللي ساند ووقف وي محافظ كركوك إلى أن يكون لكركوك مطارها اللي الكل حاول أن ما يصير لكن أبو السرمد عزه الله لا والله دك رجل ودك ثاية ورفع راية وقال خلاص المطار يصير فهذا الخطوة يجب أن تنبني عليها خطوات أخرى يا أخي محافظ كركوك الشيخ راكان سعيد الجبوري بمحبة الناس بتجديد العهد والوفاء لك واختاروك إلى أن تستمر بهذه المسيرة فأنا أدعو كل الأخوات والأخوة الفائزين في كركوك أن كركوك أمانة برقابكم كركوك عراقية لكن كركوكية لها لها مثل ما هي عراقية لكل العراقيين فهي أمانة برقابكم ولا تقصرون بأمانتكم ومبارك إذن للشيخ راكان سعيد الجبوري ثقة المواطنين أهالي كركوك باختيارة رسالة أخرى أبدأ روح من عدة يعني عسر عيد شم رسالة أبدأ قول أيضا كركوك أثبتت عراقيتها أثبتت عراقيتها لكل كان متحدي أنه كركوك راح تروح لو ما تروح تحركون التناحر للأسف الشديد الذي استغل سياسيا قبل أشهر قليلة خاصة بين أبناء شعبنا العربي وأبناء شعبنا الكردي في كركوك لكن بعزم الرجال وقوتهم وحنكتهم وخاصة ما قام به أيضا القادة العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله بأنه يجمع لا يفرق يحنن لا يجنن يقرب لا يبعد الحمد لله انتهت تلك الإشكالية وتوجهت كل مكونات كركوك للمشاركة في الانتخابات وعرب كركوك كانوا في المقدمة رفعت العقار لعرب كركوك لأنه ما خابضا بيهم واختاروا أبنهم المرشح محمد الحافظ وأخوته وأخواته من المرشحات من القوام الأخرى فنبارك لمحمد الحافظ هذا الفوز اللي نتباه به ونرجع نذكره بالقناوية بستوديو التاسع أنه هو فاز لخدمته له هو ما فاز حتى يكون غير خادم له لا خادم له كل أهل كركوك وهو في حينها قرر أن ما يقول اللقب وهو ابن عمنا واخونا قال أنا لقبي كل العشائر وكل مكونات كركوك أهلي فالريد يخدم أهله وحقيقة عرب كركوك اللي جمعهم لله ومن ثم للتاريخ هو ابن كركوك وأميرها لأنه من أمراء قبيلة البحمدان الأمير الشاب النائب الشيخ مهيمن الحمداني حقيقة رفعت العقال إلى والله يا عمي حذهم حذ شمال الرجال نفسه بدي يجدعش تواقف يلا وكلوا على الله للانتخاب ما قاعد يتفرج من وراء الجهاز ويشوف راحا وله ما راحا والو ها راحا لا 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 بنفسه وعافي عليه وخلني اسمع كلمتها اللي وجهها لها لو ناسب بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء نشكر الجماهر العربية اللي بي أثبتت وجودها اليوم بمحافظة كركوك وأدلت بأصواتها شكرا لكل صوت عربي حر شكرا لجميع العرب شكرا لجميع شهر العرب رفع تروسنا رفع تروسنا يا عرب كركوك احنا ما نقدر نتحدث بنتائج رسمية لكن القوام العربية تصدرت في المحافظة ونتمنى الفوز لجميع العرب والنتائج سوف تعلن يوم غد ومن كركوك أردروح أيضا يا قلت لكم رسائل سريعة حقيقتا إلى كبويسة وإلى قبيلة الكبويسات عيال مزنون الكرام اللي والله احنا أبدا ما راودنا الشك ولا واحد بالمليار بأنه أهل الكبويسة نعم اتخذوا القرار خلاص قالوا عشرين سنة شنو احنا احنا الكبويسات عيال مزنونة احنا هالمدينة الكبويسة هالمدينة الكرام والعز شبينا لعدش ننتظر عشرين سنة قاعدين وتحدوا وراحوا وشاركوا بالانتخابات وأثبتوا أنهم رجال عيال مزنونة من رفعنا لهم العقال لأن يستاهلون الكبويسات الكرام وشفنا شون حثهم عدد من مثابات كبويسة ورجالها الكرام ومن بيناتهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكبويسة عزه الله ومن عليه بالصحة والسلامة عامنا العزيز ما عندك غير الصحة والسلامة اللهم آمين فالشيخ الدكتور أحمد الكبويسة العام العزيز رفعت العقال إلى في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامتك رغم كل شيء وجه رسالة قال والله أنا فرحان من نشوفه عيال مجنونة من الجمعين وبالفعل جمعوا واختاروا بينهم عدنان كاظم الكبويسي فتحية لهم للكبويسات لعيال مجنونة وتحية المدينتهم وتحية للعراق الأصيل الأستاذ الدكتور مصطفى عياش الكبويسي اللي ما قصر ليل ونهار ويهل وديرتي حثم للمشاركة ولعدنان نقول له يا عدنان الآن دور دورك خدمتها لك وناسك كبويسة من اختارتك وراء عشرين سنة هاي أمانة والأمانة ما تشيلها غير الرجال الأوفياء ويه مدينتهم وأهلهم والنعم منكم ومبروك عليكم ترجمة نانسي قنوة موسيقى أيها الأخوة المواطنون بطبيعة الحال من حقكم أن تفرحوا بأبنائكم اللي فازوا في كل المحافظات العراقية والعاصمة بغداد الذين شاركوا في الانتخابات المحلية لكن أنا ابنكم وخادمكم أنور حمداني عندي عدة رسالة أنا أدعو في البدء المرشحين اللي فازوا أن يبادرون بموقف اجتماعي ووطني أن يشيلون التليفون ويتصلون باللي ما فازوا لأنه اللي ما حالف الحظ هو هم أخوك أو أختك ابن مدينتك ابن محافظتك فلازم ما تقعد والله أنا اليوم أردحت فل على العناد فلان لا 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 لازم الشون قديم هاي العلاقة ولا شو راح تخدم الناس لعد باشر عقبة تتعامل بثائرية صح له غلط فهذا ندعو منكم أنه يكون لكم تواصل وانت اللي ما فاز تقول لها إن شاء الله يحالفك الحظ وعلينا أن نتعاون لخدمته لأنه هو مثل ما عنده أيضا جمهور التهم عندك جمهور ونفس الشيء رسالة الثانية أنا أدعوكم كل الفائزين وجمهوركم تضامنا مع هموم شعبنا العراقي الكريم وتضامنا مع يعني احنا مثلا نشوف أنا واحد من المواقف شفت عدد من علماء الدين من أهلنا ومن شعبنا المسيحي الكريم قرروا قالوا ما راح نسوي احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد تضامنا مع شهداء ولد عمنا في الحمدانية في الموصل فقالوا احنا ما راح نسوي هالسنة أعياد ميلاد أنا أدعو الفائزين سووا احتفالات الفائزين لكن بدوها بقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواحش وهداء العراق وهذه حملك مسؤولية يخليك تشعر أنك ناس ضحت حتى توصل تقدر تصير عندك جو آمن وتشارك بالانتخابات من جهة من جهة ثانية أنه خلي تكون احتفالاتكم يعني تحفظ الذوق العام يعني ما تكون خارج الذوق العام يعني يسا ممكن واحد يسا أنا ما أقدر أقول لكم اللي بديرته مثلا وما يمشي ويطقق خلي يطقق شيلات لكن داخل المدينة ما رحمة بالحياء اللي بها سكنية واذا ما رحمة وإنما كل مكان إلى ظروفا أيضا أريد أوجه رسالة أخرى لكل المرشحين الفائزين ولجمهورهم بأن علينا احتراما وتضامنا مع تضحيات أهلنا وشعبنا في غزة الصمود وهم يواجهون آلة التدمير المستمر بحقهم وحق عوائلهم وأطفالهم أن تقفوا جميعا لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء غزة وشهداء فلسطين العربية الحرة بإذن الله تعالى هذا نوع من الاتزام الأخلاق الوطن اللي علينا كعراقيين كلتنا أصولنا وامتدادنا عربي مع الاحترام للقوميات الأخرى والمكونات الأخرى في العراق وأذكركم بموقف كبير بمعانيه عندما أقيمت الاحتفالية في كاركوك قبيل الانتخابات فالقائد العراقي جناب الشيخ خميس الخنجر عزه الله زعيم أهل السنة والجماعة في العراق وزعيم حزب السيادة طالب منظمي الحفل عندما أرادوا إقامة دبكة عربية وهو حساب قائد يعني هذا فرق القائد أنت تقدر تقيمها على مستوى مثلا بينك وبين ناسك بس إنت أمام الفضائيات جاي تشوب وفلسطين أهلك وناسك يعني واقفة ما تنبلع مثل ما يقولون واقفة فأنت نوع من التضامن قال والله أنا أدعوها لأن يدري الدنيا كلها جاي الصور موجودة أكثر من عشرين فضائية كانت فقال لا والله عمي يعني هذا مما لحنا على الفضائيات والدنيا شايفتنا والعالم مشغول في فلسطين وإحنا قاعدين فأرجوكم أن نلغيها فهذا كان هذا موقف قائد عراقي فأرجو أيضا أن التخذيك موقف وخليشوف عندما نريد أن نعبر عن فرحتنا نعود بكم إلى الفلكلور العربي هذه مشاركة ممتعة من قبل الفلكلور العربي وهي عبارة عن دبكة عربية تأخذنا بعيدا إلى ترات أهلنا وأجدادنا إذن نشاهد سويا دبكة عربية إذن بأمر من الشيخ ميسى الخنجر وتضامنا مع أهلنا في غزة وجراحتها لا نحتفل أبدا ولا نفرح أبدا لذلك نعتذر منكم عن إلغاء هذه الفقرة وشكرا لكم على حضوركم بيننا في هذا المساء الجميل شكرا لكم شكرا مرة أخرى للفنان ولهذه الفرقة المميزة أيها الأخوة المواطنون وأيضا من ابنكم وخادمكم وصوتكم أنور الحمداني أوجه إليكم هذه الرسالة فاحتراما وتضامنا مع أشقائنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيق في مصابهم في هذه الأيام برحيل أميرهم أمير العفو والزهد كما أطلق عليه الأمير الراحل نوافل أحمد الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان فإننا أيها الأخوة ندعوكم جميعا يا أبناء شعبنا العراقي ويا جماهير الفائزين بالانتخابات المحلية بقراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم أمير الزهدي والعفو الشيخ المرحوم نوافل أحمد الصباح رحمه الله وأن لا تكون الاحتفالات وخاصة في البصرة الفيحاء إلا نعمل التضامن إحنا كلتنا عرب أصولنا وحدة علاقاتنا الاجتماعية وحدة إحنا خالوا بنخد ما تفرقنا لحدود ولا تفرقنا المشاكل الماضية ولا الثأرية وإنما لبني بناء صحيح نحو المستقبل هذا واجبنا وذكر أنه العراق بشخصياته الرسمية وعلى رأسهم الأخ رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشاعر السوداني ورئيس حكومة تقليم كردستان سيد مسرور بارزاني وكذلك شخصيات أخرى كسماحة سيد عمار حكيم قد شاركوا مباشرة مع مئات الشخصيات الرسمية والعشائرية العراقية في تقديم التعازي لأهلنا وأشقائنا في دولة الكويت الشقيق ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى الموفقية لشعبنا وأهلنا في دولة الكويت الشقيق ولسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل نحمد الصباح عزه الله بأن يكون امتدادا لآل الصباح الكرام في خدمة شعبهم ودولتهم ولتعزيز العلاقات الإيجابية بينهم وبيننا وبيننا وبينهم بين جمهورية العراق وشعبها ودولة الكويت الشقيقة وأهلها وشعبها الكريم ونحن في ذات الوقت أيضا نتوجه بالتعزية أيضا برحيل سمو أمير العفوي والزهد الشيخ نوافل أحمد الصباح رحمه الله إلى الأخ العزيز والدبلوماسي والسياسي والعربي الشهم معالي الشيخ فيصل لحمود المالك الصباح عزه الله ونشاركه ونشاطره وآل الصباح الكرام بحزنهم برحيله والأمل بالله سبحانه وتعالى بأن تستمر الكويت بقيادة سمو أميرها الشيخ مشعل لحمد الصباح ونحن في ذات الوقت نبارك للأخ العزيز معالي الشيخ فيصل لحمود المالك الصباح سلامته بعد إجراء عملية جراحية كبرى في الأيام القليلة الماضية تكللت بفضل الله وحمده والدعاء لله سبحانه وتعالى من محبيه وشعبه وأشقائه العرب والخليجيين والمسلمين بالسلامة فما تشوف الغير رعافي أبو مالك وحمد الله على سلامتك بارك الله بكم جميعا أنا ممكن واحد يسألني ليش قلنا الشيخ نوافل أحمد الله يرحمه أمير العفو هذا اللقب أطلق عليه للآخر قراراته رحمه الله أمر بعفو أميري عن كل الذين أساءوا فصفح عنهم بعفو متميز وأخرج الكثير من السجون وكان هذا آخر قرار رسمي يتخذه لأنه اللي يريد يلاقي وجه رب كريم خل يعفو عن الناس ليش إحنا ما نسوي نفس الشي ليش ما نغار نسع نعيد حشايتنا يومية ما يصير بس مو يفترض بالمسؤولية يهمني يفكر بالعفو ويعفو وياي اليوم الأم العراقية الأم العراقية جميلة حرج حسين زوجة معتقل توفي إثر التعذيب لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون تفضل يومة تفضل يومة السلام عليكم حتي لي يومة السلام ورحمة الله وبركاته هلا يومة أهلا وسهلا بك هلا يومة حتي لي الله يحظك يا الله الله يسلام أستاذ احنا ببيتنا قاعدين قدنا قاعد زراعية من يا عمام يومة من يا عمام أنا دليمية من الرمادي الله يكفو الله يديمك الله يحفظك من نفسها للرمادي يومة وزوجتي ميمي والله وكفو يومة من نفسها للرمادي من عمامي وخوالي بالجزيرة جزيرة الخالدية نعم يحياهم جزيرة الخالدية وأني الله يرضى عليك وأني مسكني بغداد أنا مسكني بغداد أه أبو غريب احنا عدنا مزرعة ببو غريب ببو غريب يامنا ببو غريب ايه ببو غريب وين ببو غريب يومة ايه ببو غريب منطقة الشيحة بالشيحة ايه تمام منطقة ايه تمام منطقة الشيحة عدنا مزرعة قاعدين الله يحفظك الله يديمك بنفس الشيحة عادتكم مزرعة لو وراء قرقوف لو وين بالضبط بالشيحة 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 تمام مصب العام بالمصب العام اي عافية ايه لي غاد مصب العام حليب بلادي اين اي ام اي احنا قائدين مزرعتنا هاي من فترة يعني من سنين يعني ممكن اقولك عهد صدام كانوا اكو ناس يعني حال رايدين هالمزرعة هاي يومية مشكلة احنا وياهو احنا يعني صار السقوط ويومية يجيبون المحمد الله يرحمه يعني مخبر سري يروح ينسجن يضل سنتين سنة ونوص اروح اراجع من مكان المكان يطلع يعني يطلع من السجن ما عنده شي يطلع من السجن انا بعد ما راجعت بهدل ويعني نص المحكمة انا اقوم اصيح وابشي وضضات ليش هي تنسجن يا ابو والله على مودي القاع يوم الله يرحمه الاشتكاء وعليا يعني عرفوا عمامكم قرائبكم عمامه كله لا هم هم دولة اللي احنا شاجرنا وياهم من يا عمام ايه مصارة حزياجات فهم من قبل فترة بالميامollo 2010 مشاجرة احنا وياهم هم مشاجرة على الا مودي القاع قاعتهم ما لتعمي ما لتعمي عتهم خمس دوان عاقدين عليها وما أخديها من جوانه فنحن ما نعرف بهذا الموضوع تشفينا الشر قاعدت بها تشفينا الشر عفنا لهم الخمس دوان مسنودين يوم من أحد يعني مسنودين من أحد هم ذولات والله عتهم أحمد المساري أحمد المساري نائب بالبرلمان جيبوا لي صوت للشيخ أحمد المساري والله يا شيخ أحمد يا عمي ما أردعتك ما أردعتك يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد تراني الحوادث مو أول حادثة أسمع به يا عمي تدري تشون ما أحد بباحد يمشي باسمك يستغل للناس باسمك من ألفين وقبل ألفين وعشر خاف ما تدري حطولي صورته حق الرد مكفول له ايه تفضلي جيبوا لي صورته أحمد المساري يعني أراجع لي والله هذا كاتل أم حمد كاتل أروح أراجع هذا ليس هو المقصود سفرات شم شمال ليس هو المقصود عندي يعني ضبارة كاملة هاي بمرور ذي شهد سنين ليس هو المقصود على شنو مخبر سري يجينا يأخذونه وتبهذل بس شنو دا يأخذون القاع ويطلعوننا ملعتها الرجال متمسك بقاعته هو ما عنده بس بنات يعني اللي عنده خمس بنات وما شاء الله كلهم وصلتهم كلهم طبيات الله يستر عليهم الحمد لله والشكر وما عنده بسطف الواحد واحد اسمه القعقاع عمره يا الله هسه اطمع السنة من السجن أبو عمره خمس سنوات وهسه صار عمره اطمع السنة والله يا أمه هذا الزود هذا الزود أنت البنات تميم والنعم منك الله يحفظك أنت الله يرحمه والنعم منهم بس هذا الزود من نسم القعقاع ما أنا وصلت بناتك دكتورات عمي والنعم منك رفعت الرأس الله يحفظك والله قالوا يعني بذيك الزمان أنت محتاجة وقت عزيز أنت محتاجة وبطل البنات قلت لهم لا والله ما بطل الحمد لله فوصلا لهذه المراحل الحمد لله عندي وحدة تخرجت وحدة يعني مهندسة الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر أوه يستر علي أمه أحنا ببيتنا الله يحفظك واليدي أحنا ببيتنا قاعدين طالح حفارة تتحفر لنا النهر لأن الزوجي مضربوا بعبوه كان هو همات يعني يأمن مناطق أبو غريب ورجال على الصحوات والنعم يعني ويا الدولة ويا الدولة الله يرحم اي على الصحوات ومشهودة لها المناطق اليمنى يعني تسألون تقولوني محمد شو يقولون لكم علي يعني إنسان يعني شريف وضحب دمه وبعيونه عيون العمن طبعا بالحادث هو أعمى بالحادث هو أعمى ما يشوف متر يعني المشكلة صارت بالربعاء العملية مالتا يوم الخميس مالعيونه دي جمي يعني احنا بالباب مالتنا الحفارة تنظف النهر يعني اكو قاع صايرة قبال قاعتنا يعني هي هاي محرمة ما يصير لو واحد يزرحها ولا يجي منها احنا عدنا قاعتنا للمسارة 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 يعني محرم بيكم بين المسارة مأجريها ايه هي محرمة اصلا من الدولة اها يما نتعدكم بيها عقد زراعي عقد زراعي بيها عقد زراعي الخمسة وثلاثين الحمد لا عقد زراعي زراعي ايه وباني بيها بيت وقاعدين لامين البنات والحمد لله والشكر هو ايه اصار يما بعدين نعالج به والله امورنا زيانة كانت امورنا زيانة الحمد لله وبس بالعمليات تعرفت عبوات طقة تبوتشة تأذى الرجال الحمد لله هو يعني جسم وقلافة وذاك الرجل يعني تتعب علي تقول رجل بمعنى الكلمة فصارت المشاجرة جم مخده علي يعني طلع وضربه وبالحفارة طلعوه وبس وحده وبس وحده وعنده خمس بنات طلعوا وبالحفارة هجموا علي ستة خمسة ستة أشخاص عند الحلفان ستة خمس أشخاص تعرفوه هجموا علي ضربه ضربه تعرفوه ايه هم المسار هم نفسهم المسار اي ايه موجودين يا شيخ عمد المساري النيابة تروح وراحت لكن يا شيخ عمد المساري مهايديرتك انت تدري كم احد يستغل للناس باسمك هي جاي نسمع حق الرد مكفول اليك مكفول مو الي تطلع يا امي يا ابن عمي رجع لي شيخ عمد المساري هذا احمد المساري انا شخصيا رحط لانو بناتي رحط لانو بناتي او خابرهم ما تفصلون الرجال ما تفصلون والله زين يتنازلون قلت له هم الابتدوا هم العالوا على محمد هم فاتوا علينا وضربوني وضربوا يعني اسألك بالله اسألك بالله وليدي اي ام يعني اجوا وضربوني وضربوا لبنية وضربوا محمد هو نفسه ومحمد هو تفك رشالته بشتفة لان تعرف انت المناطق ما نفت بالتنظيم خلاص صحيح الرجال ضرب بلقع ضرب بلقع صوب واحد برجلة انا اقولها قدام 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 العالم كلها صوب واحد برجلة دافع عن نفسه ويدافع عني ويدافع عن بيته يعني بالبيت ماله يحكمون اعدام يحكمون مؤبد يصعدون اعدام وين العدالة وين العدالة عندنا بالعرام يعني الرجل اعمى القاضي يشوف الافادة مالته يحكم اعدام والله يما والله يما بقلبي اسمعت يما ما اردحت ما يفيد الحد ايه كم لي والله يدي يعني هذا الله فوق يعني يعني باتر شي يقولون الله سبحانه وتعالى القضاء يما الجنة ريد والنار تريد يما جنة ريد والنار تريد كم لي حسبي الله نعم الوكي عاني والله واليدي اريد اريد حق محمد والله هو كان قبل كل يحترمك ويحبك يقول له بكلمة وهذا ازلم بالبرنامج ما لات كل احب قسما بالله لو اخبز لو اشتغل يقول لي تعالي شوف البرنامج يريد نشارك شوفك يقول لي هذا حقاني هذا ينصر المظلوم ابو زكريا الله يرحمها وعامر وعلاوي ولدنا كلها استشهدت تمائمة كلها استشهدت واخوتي انا انطيت شهيد يعني انا ما اريد لان حقنا هذا نريد ان نظف العراق انطينا شهدائي والله انا واني وبناتي انطي شهداء هسة وبعد وبعد في سبيل تراب العراق انا رح اتعمر للسعودية وبالسعودية انبيت الله اقسم بالله شاهد للعلم العراقي قسم بالله ابتشي اريد بس ارجع اديرتي واني بالسعودية انبيت الله الله شاهد كيف يمن يما شو نتوفى يعني مكتوب لتوفى بالتعذيب شو نتوفى يما والله بالتسفيرات الرابعة عذبوه كان بالتسفيرات الرابعة يقول لي ياخذون الفلوس يلا يسفروهم مكان نظيف كل واحد يسافر 80 وقت تابع على الداخلية بكتها تسفيرات الرابعة يتعنت للداخلية بياسنا يما بالضبط هذا الحشي بياسنا بالضبط هذا 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 الحشي قبل سنتين سنتين ونص انطاني اسماء سنتين ونص شال وزير عثمان غانمي وزير الداخلية يا أبو إبراهيم استاذ أثير قبل هذا الوزير لا هذا الوزير من أنه كان وزير من 2019 قبل سنتين ونص يعني منتصف العشرين قبل ثلاث سنة سنتين ونص بكت كورونا يا جماعة أثمان غانمي يجيبوني صورت والله سيادة الفريق أو الركن عثمان الغانم اللي هو باقي بكتها رئيس أركان الجيش ووراها قال عمي حيلوني للتقاعد أبقى بشرف العسكري أفضل لك والله يا عمي من صلة وزير داخلية المصائب ووراك استمرت وكلها تقول في عهدك وعهد القبلك يا عسين ومدرج اسمه وعدنال أسد الله يعني ليش يا جماعة ليش يا جماعة والله باقي بشرفك العسكري والله وحق الرد مكفول إلك يشطر تعديم عهدك وانت ساكت وانت ساكت واسفة واسفة يا سيادة الفريق أول ركون عثمان الغالي أي يم كملي وليدي أنا هو نفس الضابط ضابط التحقيق مالته ضابط التحقيق مالته أحمد عامر كامل كان مدير مركز عقرقوف اشتكيت علي ببكتها قال لي وزوجي ما عنده شي هسا يطلع هذا يدافع عن نفسه بس ما أدري شوف فجأة قال لي شقد عندي شوف عندنا بيت ومزرعة ما شاء الله شقد عندك جيبي لي هسا عشر ملايين يا ستة قلت لأقول لك هسا منين أجيب لك عشرة قال لي لا الضابط التحقيق مال شربة عقرقوف من يا عمام من يا عمام يومي والله ما عرف بس اشتكيت علي بالداخلية بزارة الداخلية أهم عد شك ومالته لحد الآن بس اشتكيت علي بصراحة طردو من هذا المركز طردو ما عدروا أين نقلوه عافية الله يستاهل حق الرد مكبول ببكتها على طول ببكتها ببكتها من كان بالتسفيرات الرابعة قال لي روح اشتكي ذول دا ياخدون الفلوس واحنا قاعدين بنص سلابة وما ينطون لا دو يجين يعني يعني تلف سجن تلف وأكو ناس برياء يعني أكو ناس برياء هواية ويانا بس ما حد يراجع لهم ما أدري المهم أنا خذت الأسماء رح اشتكيت بزارة العدل ولحد الآن هاي الشكوة موجودة عدي فمن اشتكيت نقلو للناصرية من اشتكيت نقلو رأسا للناصرية فمن نقلو للناصرية راح هناك طبعا تعذيب راح من راح للناصرية الرجال رحت مواجهة علي صقب جابوليا صقب جابوليا شاعلين من نامونا الحمد لله والشكر يا رب على كل حال لا لا الله الله يرحم جايبين إلي شاعلين سقط يعني رجالين سقط ما أدري يقول لي يعني ما ضربتي أبر ضربوني أبرة ما أدري شين الأبرة وأني مريض وما أقدر بعد أستحمل باك الهيبة جابوليا مواقف يعني على حال جابولا ما أدري او اي معتقل ليش تعذبون اخي حققوا اياه وزير الداخلية بنواجبا يوجه دائما ليش هسال الناس تحب عبد الامير الشمري ما حفظوا للقاب لاني يوجه دائما عمي دير بايتكم عمي انتبهوا ما تحط لي يعني ليش الناس يعني يعني ماذا والله خبلتونا خبلتونا يوم وجوك تتوفى هذا توفى برمضان يعني قبل هو توفى قبل عشر تشرب رمضان ثاني يوم رمضان توفى لا حول قتلا بي الفات رمضان الفات يوم يوم القاع الصفات الصفات نفسه هو ضابط التحقيق يقول اطلع من القاع كان متفق ويه المسارة اطلع من القاع واني اول يوم طلعوني من القاع اول يوم طلعت من القاع وبيتكم وبيتكم ايه وبيتنا ايه طلعت من عنده ايه هو طلعت من عنده ومن هم سيطر عليها الان القاع من هم سيطر على القاع والله يعني حسة كان هم سيطرين عليها كانوا يعني غراض بها انباقيت اشتكيت عليهم يقولوا احنا ما رايحين القاع او اكو ناس شوفوهم ما يجون يشهدون بان هم باقوا وهذا بس شنو لا احمد من رحتول احمد من رحتول احمد من رحتول احمد المسار اشقال احمد خاء قلت لوليدي انا جيت على الله وعليك انا وبنتي جيت على الله وعليك هذول ام اعتدوا علينا هم ضربوا الرجال او هاي الضربة اكو عنده ضربة بالجهاز التناسل هو رأسا صار بيه سرطان يا ستر او هاي موجود يعني هو بالسجن سوو له عملية كبرى سرطان بالجهاز التناسل اللي ان ضربه ضربه كل شيء افذو ضل فترة ادراره كل بول ما يقول لي البول ما التدم ابو براهيم ساتر شو رجع لي خافي سوى نفسه ما ادري اخوية شيخ احمدان عزة واحترمه بس بس حق الرد مكفولي لا ما اراضي يعني هذا من اسمعه يعني شيء ما يرضي لا لا امت لا اله الا الله حط لصورت الام وصورتها من جهيتي صورتها مننا وصورتها مننا حتى يسمع الكلام الى تحياتي الى ومو يقول حق الرد مكفول الى بس اطلعوا يا هاي الام اذا طلعتها الام ارضي هاي الام ارضيها بما يرضو الله حطها وروح حطها زميل بخرج يلا اتفضل يما رحت علي هواش قايل بالفاتحة مالتهم مال المسارة قايل والله لعدمه اي والله لعدمه محمد هو صوى بواحد معتم توفى لبرجله بسكر توفى لا اله الا الله اي لو ما لا فصلتوا ليش ما فصلتوا العد اذا كنت مشاكل ليش ما فصلتوا والله التماي ما نفسهم قالوا تعدوا على نسوان وضربوا نسوان نقعدوا اياهم هما نفسهم واتما ايما انا ما قصرى ورحيت على ابن عمي شيخ نايف لحمد اجي وياهم قال لهم الفصل الفصل الاربعين الفصل الاربعين قعدوا فصل الاربعين وانتوا المعتدين عليهم هذا خطوة الرجال اعمى وخطوة يعني ما صار فصل ويما يما يما انت رح تتفصلين انت كتميمية لهو ايضا عنده عمام دليم ليش عمامه منها? والله والله انا رحت انا رحت رادا وجبينهم تنيه جناب الشيخ ابراهيم الدليمي واق اضعوا لي صورة شيخ ابراهيم الدليمي انت عارف ديرتنا الريدة مننا كاي شون تتدخل وتحل الموضوع ممرضون الله يستاهل الشيخ ابراهيم الدليمي ايه حطوا لي الصورة ايه یم كاملي ما رحتي لها يمه شيخ إبراهيم ما رحتي لها ما لده والله ما رحت لها والله رحت والله وليدي أنا لا رجل تميمي تميم آن دليمي هنت دليمي يا يمه رجل تميمي آن دليمي رجل تميمي رحت المكتب شؤون عشائر البخاطرة يعتبر ابنه اختتش همي أن الشيخ إبراهيم الدليماني عبالي العكس عبالي أنت دليمية وهو دليمية طلعت أنت دليمية وهو دليمية أنا فاهم عكس زلمتي دليمية وهو دليمية الله يحفظك الثمائمة من أحضر منهم عمامنا الثمائمة من أحضر منهم والله شيخ بلاسيم وحابرهم وراحلهم وهو مع عدة شيخ والله ما قصره ورحت آخر شيء ما يقبله وهذا إبراهيم أخوه أحنا الريد هو ما نعلمه دلقاء أحنا الريدة ينعدم الريدة ينعدم يعني رادو ينعدم بأي طريقة يعني حق له باطل يعني مش دعوتها كلها باطل بباطل يعني ذا هي خطوة صارت بين الطرفين وصارت مشاجرة هيتنحل بالدواوين يم بالدواوين لعليش أكل عارفة وكل شيخ وكلها يعني لازم لشيوك تقعدوا طيب الأنفس ومو هذا لي يصير قيمة والله وليدي رحت أقسم لك بالله رحت على أبو شؤون عشائر الكرخ قلت لي يريدون جبيلهم تميمي خلالي جبيلهم أم تميمي خلالي واحد كان رأسا يجع عليه للبيت الشيخ كان يقول لي قال لي شقد عدش قلت لي والله استقربت عشر ملايين قال لي جيبيهم واليوم العصر الدبري لخمسة قلت لي العصر لا أطير ما أدبر لخمسة ما بجيبي يعني هنا تسعة طون ياهن قارض عشرة لربع يعني أدبر لك يعني علي هنا عشرة نطيكي ياهن بس ما يعني كل خمسة عشما المهم رحت من نختي من أخوية من عمي من خالي دبرت لخمسة ونطيت الرجال كان يقول لي إن شاء الله قعدت وياهم ونطيت سكت ثم سكت ثم سكت ما هذا الحاجة أنا ما أدري لأن أنا خصم مياهن وطالع من الديرة طلع هذا الحاجة كلها تشذب لا رايح لا قاعد لا منطيهم يا يمه يا يمه أسحنا أول شي شكر شكرا شكرا لأهل وكيت وجلاب الشيخ إبراهيم بدي لبي جاي جزلي رسائل يقول إبشري يمه يا ريت بس تليفون عن طريق حلوض الزيادي رح تتصل بشيخ إبراهيم ومتفضل يعني هو الرجل همي إن شاء الله ما يقصر وريد الشهرة الحال الله أحبك وليدي الله يدينا الشهرة الحال يمه أنت تميمية على راسنا وأنت دليمية على راسنا أنا دليمية أدري يمه أنت تميمية على راسنا والدليمية على راسنا والعراقية على راسنا وإن شاء الله ما كفرك وإن شاء الله ما يضيع حقك يمه أنا أردى أقولك الله يسلمك أرد أقول لك إن شاء الله ما يقصرون لا الشيخ إبراهيم الدنيمي حطوا لي الشيخ إبراهيم الدنيم حطوا لي صورته ولا الشيخ أحمد المسار إن شاء الله لا يقصروا حطوا لي صورة ووراها إن شاء الله ما يقصر الشيخ إبراهيم ولا يقصر الشيخ أحمد المسار أي يما قولي بس أقول لك أوليدي أنا قعدة والشيوخ والوقف وكان بكتها كنبش الله يرحمه قال لي تأتيجين تأخذين تأخذين هذا التوقيع ما لتكنبش تأخذين فلوس الفصل من عندي فراح كنبش نسيت هاي الورقة قالوا لي روحي الخميس الخنجر خميس الخنجر يحلها روحي الخميس الخنجر يفضها لا والله ما رحت للي أن أريد أحد يوصلني إلي ابو سلمان إن شاء الله ما يقصر بس أنت الآن قضيتك ما طول بها الأسماء الكريمة إن شاء الله ما يصير تكسر إن شاء الله محلولة إن شاء الله محلولة و الله يستر عليك وعلى بلاتك وحق الديمية ما يضيع وحق المساري ما يضيع وحق التميمة ما يضيع إن شاء الله حق محفوظ كل العراقي وأنا أشكر في تلك الوقت حياة الله يوم الله سلمك أشكرك شكرا مشاهدي السلام عليكم ورحمة الله بركاته